تلعب قبائل سيناء دورا محوريا في حماية أرض الفيروز بتعزيز جهود تحسين الأمنة في شبه جزيرة سيناء ودعم الدولة والقوات المسلحة في حربهما ضد الإرهاب وحماية الحدود على مر العصور عبر صفحات التاريخ الفدائي لمصر لعبت قبائل سيناء دورا كبيرا ومحوريا في دعم ومساندة القوات المسلحة خاصة منذ حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر 1973 بعد حرب 1967 لم يتواجد في سيناء إلا أبناؤها فقط وعناصر من القوات المسلحة ليؤسس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منظمة سيناء التي تسببت في رعب الإسرائيليين فكانوا هم عيون القيادة السياسية في الضفة الشرقية طوال سنوات الحرب وفي العام ذاته استعانت المخابرات المصرية بنحو 1100 بطل مدني أغلبهم من بدو سيناء ومن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء تم تدريبهم على استخدام الألغام والمتفجرات والقنابل فكبدوا إسرائيل خسائر كبيرة في الجنود والمعدات وعرف هؤلاء الفدائيون باسم مجموعة الأشباح حديثا بزغ نجم قبائل سيناء مجددا خلال قيام الدولة بالحرب على الإرهاب في سيناء إذ قام العديد من أبناء سيناء الشرفاء بالانضمام إلى صف القوات المسلحة من أجل التخلص من التنظيمات الإرهابية في 2016 شكل اتحاد قبائل سيناء وهو تحالف بين 30 قبيلة سينوية بهدف تعزيز جهود تحسين الأمن في شبه جزيرة سيناء ودعم الدولة والقوات المسلحة في حربهما ضد الإرهاب ويتضمن دور اتحاد قبائل سيناء جمع المعلومات والاستخبارات عن الجماعات المتشددة ومواقعها ومخابئها السرية فضلا عن مشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية ضد الإرهابيين وتأمين الحدود وخلال الأعوام السابقة ومنذ بداية حملات القوات المسلحة على التنظيمات الإرهابية في سيناء تعاونت القبائل مع كل أجهزة الدولة المعنية لرصد تحركات التكفريين ومخابئهم وإبلاغ القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى قيام أبناء سيناء بالعديد من الأعمال البطولية التي قدمت فيها عشرات الشهداء من أبنائها إلى جانب أشقائهم من القوات المسلحة والشرطة دفاعا عن أرض الفيروز تحظى محافظة شمال سيناء بمقومات استثمارية هائلة في كافة القطاعات حيث تتوافر بها العديد من الثروات والخامات التعدينية مثل الرخام والرمال البيضاء والسوداء والإسمنت وتتميز المحافظة بموقع جغرافي يمكن أن يستغل كنقطة ارتكاز لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وفي إطار توجه الدولة نحو فتح مجالات الاستثمار والوصول للتنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء تم الإعلان عن طرح 17 تجمعا تنمويا سكانيا وزراعيا في شمال وجنوب سيناء في أكتوبر من عام 2021 كما تم تطبيق قانون الاستثمار المتكامل لشبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012 ومنح المشروعات الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء حافزا استثماريا إضافيا بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 كذلك قامت الدولة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء أحد عشرة جمعا بشمال سيناء في عام 2017 تم الانتهاء منه في عام 2023 بتكلفة بلغت مليارين وستمائة مليون جنيه في مجال الصناعة تضم محافظة شمال سيناء ثلاث مناطق صناعية وهي المنطقة الصناعية في بئر العبد على مساحة 238 فدانا والمنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد على مساحة 368 فدانا والمنطقة الصناعية بوسط سيناء على مساحة 78.4 ألف فدان هذا وارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالمحافظة من 69 منشآة عام 2014 إلى 79 منشآة عام 2021 كما ارتفعت قيمة الانتاج الصناعي بمنشآة القطاع العام والقطاع الخاص بالمحافظة عام 2020 إلى 12 مليار جنيه كذلك وصل إجمالي عدد الشركات الاستثمارية القائمة بالمحافظة إلى 77 شركة موزعة على القطاعات الخدمية والإنشائية والصناعية والسياحية وغيرها حتى يونيو 2022 برأس مال مصدر قدره 5 مليارات و300 مليون جنيه مقابل 66 شركة برأس مال مصدر قدره مليارين و400 مليون جنيه في عام 2014 ترجمة نانسي قنقر